اهلا ومرحبا بكم طلبة الطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من برامج التعليم الفني. حلقة النهاردة مخصصة للصف الاول تخصص تجهيز منسوجات. حلقتنا النهاردة لجدارات الصف الاول تخصص فني صباغة واطباع وتجهيز منسوجات. احنا اخدنا الترم الاولاني واتكلمنا في وحدة التحضيرات. اتكلمنا عن حلق الوبرة وحلق الوبرة. واتكلمنا عن عملية الغلي وعملية ازارة مواد البوش. وعرفنا كل المخارج اللي احنا موجودة في كل وحدة ايه? وعرفنا كل حاجة فيها ايه? وازاي ان احنا بنشتغل عمليات ازارة مواد البوش وعمليات الغلي. الترمي ده ان شاء الله. الوحدات بتاعتنا هيبقى عندنا وحدة الغسيل والتكفيف والعصر. وعندنا هنتكلم على التبيض والتحليل للاقمشة القطنية. هنبتدي اول حاجة بالغسيل. الغسيل في العديد من المخرجات. في كل وحدة بقى في عديد من المخرجات. لازم الطالب يكتاز المخرج ده عشان خاطر يخش على المخرج اللي بعدي. وفي نهاية كل وحدة بيبقى في امتحان شامل على الوحدة كلها كاكمل. سواء اه معرفي او ماشي. فني. ويمتدي ان احنا اه الطالب يكتازه او لم يكتاز. طبعا احنا كلنا شطار. وكلنا استفدنا من التلم الاولاني بكل المقاييز بتاعته. اه هنتكلم على عملية الغسيل. عملية الغسيل دي من العمليات المهمة جدا في مجال بتاعنا. احنا مجالنا اتباع واصباغة وتجهيز منسوجات. يعني انا لازم اعمل عملية الغسيل في كل مرحلة من المراحل. في كل مرحلة من المراحل. عملية الغسيل دي من اهم العمليات التحضيرية او من اهم العمليات التي بتلحق كل عملية او القماش خام. يعني اماشة ما بيجي دي من مصنع النسيج خام. انا ابتدي اتعامل مع القماش. اعمل له عملية غسيل عشان نشيل الشوائب. عشان دخلوا على العملية يكون مفغوش الشوائب ولا اطراب. او اعمل له عملية غسيل عشان نتخلص من القذرات. ماشي. خلصنا الشوائب بعد عملية النسيج. ودخلنا القماش على العمليات التحضيرية الاولادية. قماش خام دخلناها. وعملنا عليه معالجة بمواد كيموية. يعني نقول مثال احنا اشتغلنا في عملية ازالة مواد البوش باستخدام الانزيمات او بالاحماد او بمواد المؤكسيدة. ماشي فيه بيتاوي يخرج القماش بعد العملية بيبقى فيه بعض اثار مواد كيموية. يبقى انا الغلب من عملية الغسيل نتخلص من اثار المواد كيموية الموجودة بالقماش بعد العملية التحضيرية. بعد ما خلصت العملية التحضيرية بعمل بعد كل عملية لازم بيلحق بالماكينات مكينات غسيل او لازم اعمل عملية غسيل للاماش لازم اعمل عملية غسيل للاماش كده تمام طيب خلاص خلصنا عملنا عملية الغسيل بعد الصباغة بعد اتباع بعد التبييض بعد الغالي وبعد ازالة مواد البوش وبعد التحرير برضو بعمل عملية الغسيل بعد الصباغة وبعد اتباع بعد اتباع عشان اشيل اثار المتخنات الموجودة بعد اتباع عشان لو فيه سباغات لسه مرتبطتش بالخامة او تفعلت مع الخامة عشان خاطر ازود درجة السباغ بتاعت القماش من ناحية الاحتكاك يبقى عملية الغسيل من العمليات المهمة جدا 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 طبعا انا بستخدم في العملية الغسيل ماشي بستخدم بعض المواد غسيل يبقى على طول اول ما تيجي في الماء كلمة الغسيل افتكرة على طول ان انا لازم هستخدم صابون اه بستخدم منظفات بستخدم منظفات صناعية اما انيونية او غير انيونية او على حسب نوع الخامة اللي انا هشتغل بها فيها هعمل لعملية الغسيل بستخدم ايه تاني بستخدم درجة حرارة اما بخسر في درجة الحرارة العادية او بخسر في مية دافية او عند الغليان يعني العوامل اللي بتؤثر على عملية الغسيل لازم نتكلم بقى من ناحية العلمية درجة الحرارة ونوع المادة المنظفة ونوع الخامة وطريقة الاستخدام اللي هي الوسيلة او المكينة ده انا بعمل عليها عملية الغسيل يبقى انا عندي اربع حاجات كده مهمين جدا لازم احط في اعتباري وانا بعمل عملية الغسيل انا بعمل عملية الغسيل ليه؟ بعمل عملية الغسيل لقماش خام بعد ما جاياني من المصنع عن اسيك دي ليها طريقة بعمل عملية الغسيل للقماش بعد ما عملت عليه مع عمليات كيميائية او عمليات تحضيرية دي ليها طريقة بعمل عملية الغسيل بعد الصباغة والطباة دي ليها طريقة كل حاجة من دولت بيتوقف عليها نوع الخامة بيتوقف عليها درجة الحرارة بيتوقف عليها الزمن بيتوقف عليها نوع مادة التنزيف اللي أنا باستخدمها أو المنظفات الصناعية اللي أنا باستخدمها يبقى ما نيجي نبص مع بعضينا كده ونقول الغرب من عملية غسيل الغرب من عملية الغسيل هو التخلص من أثار المواد الكيموية والمواد العالقة بالأقمشة وإزالة الألوان الزايدة طبعا في حالة عملية الصباغة وعملية اتباعها أنا بشيل لو فيه ألوان زايدة ببتجي أن أنا أشيلها من على سطح القماش بعمل عملية الغسيل إمتى؟ خلال مراحل إيه؟ أعمل عملية الغسيل للصوف وهو خام وبعد كل عملية من العمليات زي ما قلنا بعد عملية إزالة مواد البوش وبعد عملية الغلي وأعمل عملية غسيل بعد الطبيب وأعمل غسيل بعد الصباغة وبعد الطباع وبعد التجهيز النهائي وبعد التحرير تتوقف عملية الغسيل على إيه بقى؟ على نوع المواد الموجودة اللي أنا عايز أشيلها المواد اللي أنا عايز أشيلها مع سطح القماش بتوقف عليها ماشي هل هي صعبة ولا سهلة؟ أنا هستخدم إيه؟ طب في حالة أن أنا هقصل لعمل عملية غسيل للصوف في حالة أن أنا هعمل عملية غسيل للصوف الصوف الحاجة الوحيدة اللي بحط معها زيت صابون عشان خاطر أما أجي أعمل عملية النسيج ليه أو أعمل عملية المعالجة ليه تبقى شعيرة الصوف عندي سهلة الصوف يتطلب الأمر إذا ضافت بعد مواد غريبة مثل الزيوت للصوف للمساعدة في عملية الغسل وذلك في هذه الحالة يجب معرفة نوع الشوائب الموجود مرتوب إزالتها حتى يمكن تحديد طريقة الغسيل التي ستجرى في وسط حامدي أو قلوي أو متعادل مع مراعات أن بعض المواد المضافة مثل الزيوت قابلة للتصميم أثناء والتي تساعد على عملية الغسيل إيه معنى الكلام ده؟ يعني معنى الكلام ده أن الصوف الحالة الوحيدة مادة الخامة الصوف هي الحالة الوحيدة اللي بحط معاها الزيوت الزيوت دي عشان تساعد لي على عملية الغسل بعد كده والنسيج على عملية الغسل والنسيج لأن أنا بخسل الصوف ده هو وهو شعيرات كده قبل ما دخله عملية الغسل لأن إحنا عارفين طبعا خدنا في وحدة الخامات أن الصوف إحنا بنخده من على شعر الإبل شعر الحيوانات من شعر وبر الحيوانات ماشي ايه اول الحيوانات ده هيا بتتغذى على ايه على الحش ماشي بتتغذى على الوود العشبية الحيوانات دي عايشة فين عايشة في الصحراء عايشة في بيئة ترابية عايشة في بيئة رملية زي ما يكون البيئة اللي هي عايشة فيها يعني الشعر اللي موجودة على جسم الاغنام ده هو شعر كله مليء بالقش مليء بالطراب مليء بالرم مليء بالقذورات بجيب شعيرات الصوف ده هيا اعمل لها عملية تفتيح بعد ما جلزه اعمل له عملية تفتيح كده وابتدي افتح الشعيرات عن بعضها يبتدي الرملة تنزل لكن بيبقى لسه فيه شوائب عندي موجودة اتخلص منها لازم اتخلص منها بعملية الغسيل قبل ما دخل الماش الخيوط ده الوبرة هيا اعمل لها عملية غزل لازم اعمل لها عملية غسيل جيد عشان اتخلص من الشوائب واتخلص من الرملة والتراب اللي موجودين على الوبر بتاع الاغنام الوبر بتاع الاغنام يعني الصوف الحاجة الوحيدة عندي الخامة الوحيدة اللي لازم اعمل لها عملية الغسيل قبل عملية الغزل عملية الغسيل قبل عملية الغزل بعمل لها عملية الغزل ازاي يقام باستخدام المنظفات الصناعية يقام باستخدام مستحلبات المستحلبات دي اللي هي ايه زي او المزيبات العضوية انا اسفل المزيبات العضوية زي البنزين لاشن خطر الا فيه دهون تبتدي انها تطلع الدهون بتاعتي وتبتدي انها تضع وتتحول الى صبون او موضة سهرة الزغبان في الميا لمنعمل عملية الغزيل يبقى غصيل الصوف ده من العمليات المهمة جدا ان انا اعمل عمليات الغزيل بالصوف قبل معمليات الغزيل انا لما بتخلص من الدهون اللي موجودة لازم احط اثناء عملية الغزيل احط زيت صابون. زيت صابون. الزيوت ده هي زيوت سهلة بتعمل تبتيجي تعملي استحلاب لمواد الدهنية اللي موجودة. وتبتيجي ان هي تنظف الشعيرات. وتبتيجي ان احنا نتخلص من التراب والقش والحاجات اللي موجودة على سطح الخامة. طيب. الزيت ده هو انت بتقول نحط زيت. اما الزيت ده هيعمل بقع لا. الزيت ده سهل الزوان في الماء. يعني عملت عماية شطف وغسيل بعد كده بيدوب في الماء. نبص مع بعضينا. اتطلب الامر الى اضافة بعد مواد غريبة مثل الزيوت للصوف. للمساعدة في عماية الغزل. ولذلك في هذه الحالة يجب معرفة نوع الشوائب المطلوب ازالتها. حتى يمكن تحديد طريقة الغسيل. التي ستجرى في وسط حامدي او قلوي. مع مراعاة ان بعض المواد المضافة مثل الزيوت قابلة للتصميم وتساعد على عملية الغسيل. بعد المواد الشمعية الاخرى والزيوت المعدنية تعوق عملية الغسيل. طبقا لانواع الشوائب الموجود ازالتها. والتركيب النسجي. وبشيل اثار المتخينات بعد عملية اتباع. ماشي. وبعد معاملات النهائية. بعد ما بعمل عملية التبخير. اعمل عملية التحميس. ماشي. ببتيجي ان انا اعمل الاخسل الخامة كويس جدا. لو انا قماش بتاعي مبوع. طب ايه اللي بيعملي هنا بيساعد على زهاء اللون. المتخن ده بيدي اعتامة شوية في اللون. انا وبيدي خشونة للملمس. او بيدي صلابة للملمس. انا ما بعمل عملية الغسيل بتخلص من اثار المتخن الموجود ده هو لو القماش مبوع. تمام. تتم عملية الغسيل دهيا داخل مكينات. المكينات دهين بتختلف اشكالها. عندي ماكينات بتشتغل على المفتوح. قماش بتاعي يكون مفروض العرض. او القماش بتاعي مفروض العرض. او القماش بتاعي بيبقى مضموم العرض. او القماش بتاعي بيبقى مضموم العرض. يبقى انا عندي كده نوعين من المكينات. ماكينات بتشتغل على القماش بتاعي هو مفروض العرض. وماكينات بتشتغل على القماش وهو مضموم العرض. طيب. يجي نقسم شوية الماكينات. الماكينات بتشتغل زي مرور رأسي وماكينات بتشتغل زي مرور افقي. يعني ايه مرور رأسي? يعني القماش بتاعي بيقومي ماشي في اتجاه رأسي. النزول والطلوع بتاع القماش ده بيساعد على تغلق المميائية او مادة الموظفة داخل الخامة. طيب دي حاجة. حاجة انت مرور افقي. يعني القماش بتاعي ماشي في مرور افقي. ويبتجي ضخ المحلول عليه من فوق تحت ماشي او يتم غمر المحلول القماش بتاعي في التلت الاسفل من الماكينة على حسب نوع الماكينة وهم هنشوف مع بعضينا تمام طيب بيفرق الغسيل عندي اه ممكن اخسل القماش الخيوط اخسله شعر زي الصوف ما بخسله شعر بخسله على عائقة خيوط اخد الخيوط بتاعتي اخسلها او بخسل القماشة قماش يبقى الغسيل بتم على جميع عنواع الخامات سأبق شعر او خيوط او اقمشة وبتم في كل المراحل وبتم في كل المراحل وهو خام او وهو عملية العمالية التحضيرية بعد كل عملية من العمالية التحضيرية وبعد الصباغة والطباعة والتجهيز النهائي تمام المواد اللي بستخدمها في عمالية التجهيز انا بستخدم ايه بستخدم صابون احنا قلنا اهم حاجة عندي بستخدم ملازفات طيب بستخدم صابون لقينا ان وجود الصابون الصابون اساس تكوينه حمد الستريك حمد الوريك تفاعل مع الصودة الكاوية يديني استرات استرات السوديوم اللي هي صابون اوليات السوديوم اللي هي الصابون طيب لقينا ان ده هو بيبتدي ان هو يعملي طبق تجير كده على سطح الخامة بيترصب كده وعمل لي طبق الجيل على سطح الخامة فقلنا هنستخدم لقينا ان احنا نستخدم بعض المواد تانية الانيونية او الكاتيونية او الغيرانيونية المواد ده هي بتساعد على عماية التنزيف هي منظفات طبعا لكن ما بتساعدش على تكون طبقة جيلية على سطح الخامة طبقة جيلية على سطح الخامة بعد عماية الغسيل تحتاج الخامة الى الغسيل بعد عماية النسيج المختلفة تحتاج الخامة الى الغسيل والتنزيف لتخلصها من الاتساخات الموجودة اثناء التشغيل والتخلص من الزيوت اللازمة لعمليات الغزل وبعد كده عشان خاطر ادخل القماش على العمليات اللي بعديها وهو مفوش اي شوائد طيب بالتم عمقية الغسيد باستخدام المادة المنظفة والمية عن درجة حرارة معينة تابعا للنوع الالية ونتيجة لتعرض الخامة لدرجة حرارة فانها تتأثر اما بالانكماش او التلبط يحصل لها عمقية تلبط في حدد صوف او تغير على مظهرها او على جودتها بستخدم الصابون السوديومي احنا لسه قيلين الصابون السوديومي او بوتاسيومي في ازالة الدهون ولكن عادة ما بيحصل لعمية استحلاف عن درجة قصة هيدروجيني من 7-8 وبضاف بحط قلوي مع الصابون لازم بحط قلوي مع الصابون لكن من عيوب استخدام الصابون ان الصابون بيتلصب على على الجدار الخامة ماشي في صورة احمد امينية بتديني زي خطوط كده هو خطوط بيضة عشان خاطب كده استعادنا عنها بمنظفات صناعية ولازم ازبط درجة القصة الهيدروجيني يبقى احنا كده عارفنا ايه بقى عارفنا ان انا اما اجي اعمل الغسيل احط في اعتباري كزا نقطة اول نقطة احطها في اعتباري نوع الخامة اللي انا بستخدمها ايه تاني نقطة المادة المنظفة اللي بستخدمها ايه تالت نقطة درجة القصة الهيدروجيني رابع نقطة درجة الحرارة خامس نقطة الزمن سادس نقطة المكنة يبقى نوع الخامة اللي انا هعمل لها عميلة الغسيل وهل هعمل لها عميلة الغسيل الخامة ده هي خام ولا الخامة ده هي انا عليها عمليات كميائية انا عاملها نوع مادة المنظفة المستخدمة درجة القصة الهيدروجيني تزبط اللي هي وسط حاميدي ولا وسط قلوي درجة الحرارة تزبط الزمن بتاعي والمكنة اللي انا بستخدمها المكنة اللي انا بستخدمها احنا قلنا ان اهم حاجة عندي غسيل الصوف وهو خام يعني بعد قص الصوف من على الحيوانات والقبل ماشي ببتدي اخد السعيرات الصوف ده هي نعمل لها عملية غسيل عملية غسيل الصوف دي بتتم ب مرحلتين يا اما باستخدام القلوي او باستخدام المستحلبات الموزيبات اما باستخدام القلوي او باستخدام الموزيبات نبص مع بعضينا كده طريقة غسيل الصوف باستخدام القلويات بحط 2% زيت صابون احنا قلنا في الصوف انا بحط في الغسيل زيت صابون احط 2% كاربونات سوديوم احط من نص الواحد سلاسي فوسفاتات السوديوم عن ضجة حرارة 30 درجة مقوية وارفع من 30 ل 55 درجة مقوية خلال 10 دقيق ويستمر الزمن الغسيل بتاعي 45 دقيق ويستمر الزمن الغسيل بتاعي 45 دقيق ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ لو انا عندي زيوت احط 2% احط 2% كاربونات سوديوم احط من نص الواحد جرام على اللتر سلاسي فوسفاتات السوديوم عن ضجة حرارة 30 احط طبعا معاها خامس شعر بتاعتي ارفع من 30 ل 55 خلال 10 دقيق ويستمر الزمن الغسيل بتاعي 45 دقيق ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ لو انا عندي زيوت او دهون او مواد موجودة لصقة في الشعيرات بتاع الصوف بيبتدي زيت الصابون ده بيحصل بيعملها استحلاق بيعملها بيتدوبها ويحولها للصابون ده بيساعد لي على عمية الغسيل اتخلصت من الشوائب من التراب استخلصت من عمليه من الزيوت او الدهون اللي هي موجودة نتيجة افرازات الشعيرات او القبل او الحيوانات على الشعر بتاعها تديه الطريقة الاولانية الطريقة التانية الغسيل باستخدام الموذيبات العدوية او ما اسمع كلمة موذيب عدوي على طول اعرف البنزين طب بنزين عبارة عن ايه؟ بنزين ده موذيب عدوي لها القدرة على التطاير بنزين ده موذيب عدوي لها القدرة على التطاير طب انا هعمل ازاي بقى الغسيل؟ اه هجيب في قلب الحود اغمر الصوف بتاعي شعيرات الصوف بتاعتي في حود في بنزينة حود في بنزينة او الموذيب العدوي احنا قلنا الموزيب العدوي لازم يكون ليه قدرة على التطاير بيبتدي يحصل ايه؟ بيستحلب لي كل الدهون اللي موجودة على الشعيرات بتاعة الصوف على الشعيرات الصوف حولها الى مستحلب يبقى يبتدي ان هو دوبها اخده اعمله عملية عصر وشط واسيبه في الجو ينشف يعني ايه ينشف؟ يسيبه عشان خاطر الموزيب العدوي ده يتطاير في الجو الموزيب العدوي يتطاير في الجو طلعته الموزيب العدوي يتطاير في الجو بعمل عملية شطف وغسيل بيبقى منظف منظفات انيونية وعمل عملية شطف للصوف نبص مع بعض غسيل الصوف بالموزيبات العدوية بقمر الخامة في الموزيب العدوي واقلب كويس لمدة 45 ديئة ما لفعتش درجة حرارة هنا حرفع درجة حرارة ولعت في الصوف نخلي بالنا الصوف بالذات نركز فيه لان انا هنا بستخدامة موزيب عدوي زي البنزين ارفع الخامة واعرضها للجو بعد ما بغمر القماش الخامة ده هي 45 ديئة برفعها واسبها في الجو اللي هيحصل هيتطاير الموزيب الموزيب بتاعي هتطير في الجو وبعدين اعمل عملية غسيل بمية بردة ثم مية بافية واعمل عملية عصر للخامة واعمل عملية عصر للخامة طيب يبقى احنا كده عرفنا ان انا طرق غسيل الصوف عندي طريقتين ياما باستخدام القلويات ماشي مع الصابون ياما باستخدام الموزيبات العدوية الغرب منها هو التخلص من الشوائب ومواد الدهنية الموجودة بشعيرات الصوف قبل عملية النسيق بشعيرات الصوف قبل عملية النسيق عشان خاطر اعمل عملية النسيق يخش القماش بتاعي يطلع لخيوط الصوف بتاعتي ما يكونش فيها اي فيها اصار دهون او اترب تمام برضو من العمليات المهمة جدا غسيل الالياف الصناعية غسيل الالياف الصناعية ده هي من ضمن الحاجات اللي مهمة جدا ولازم يحطها في اعتباري الالياف الصناعية الياف غير محبة للمية غير محبة لسوي انا ما بعمل عمليات الغسيل بعمل استعداد للخامة ان انا اعمل لها عملية بعد كده بفتح مسام mchame عمليات الغسيل الغرب منها هنا هي تفتيح مسام mchame الياف الصناعية الياف غير متمتصش الرطوبة ولا تمتص المية ولا اي حاجة نسبة امتصها للمية والرطوبة تقول بنسبة معينة على حسب نوع البولي إستر تختلف عن البولي أكريريك تختلف عن البولي أميد بما أن بقى الألياف دهين غير محبة للميا أنا بحاول أعمل عمية الغسيل عشان خاطر أحسن من الخواص بتاعتها في عمية الغسيل بستخدم مواد تساعد على الابتلال مواد تساعد على الابتلال طيب نمسك حاجة حاجة ونقول غسيل الألياف الصناعية نمسك أول حاجة عندي غسيل البولي أميد المحلول بتاعي بيتكون من 1-2 جرام على اللتر صابون زي ما احنا شايفين كده 1-2 جرام على اللتر صابون غير أنيوني 1-2 جرام على اللتر الكربونات سوديوم يبقى حطيت صابون غير أنيوني صابون نوع إيه؟ أنيوني ولا غير أنيوني؟ لا غير أنيوني وحطيت معاه الكربونات سوديوم حطيت معها سلقاسي فوسفتات السوديو من نصر الواحد جرام على لتر سلقاسي فوسفتات السوديو اندرجت حرارة 30 وارفع من 30 للغليان خلال 30 دقيقة ارفع من 30 للغليان خلال 30 دقيقة ويستمر زمن الغسيل بطائه من 30 من نصر ساعة لساعتين من نصر ساعة لساعتين من 30 ل120 دقيقة تاني غسيل البولي امير بحط من واحد لاثنين جرام على لتر صبون غير انيوني احط معاها 1-2 جرام على لتر كاربوناس سوديوم ده عشان يديني الوسط القلوي احط معاها من نص الواحد جرام على لتر سورياسي في فوسفاتات السوديوم عن درجة حرارة 30 درجة موية وارفع درجة الحرارة بالتدريج لمية خلال 30 دقيقة ويستمر زمن الغسيل بتاعي من 30 ل120 دقيقة ده غسيل البولي امايد ماشي بالطريقة دي انا اقدر اعمل عمية سباغة للبولي امايد اقدر اعمل عمية طبيعية للبولي امايد انا كده بجهز الخامة بجهز الخامة نخش على غسيل البولي اكريلك غسيل البولي اكريلك البولي اكريلك ده تاني مادة او تاني خامة من الالياف الصناعية اهمية اهمهم اول حاجة البولي استر ويليه البولي اكريلك ثم البولي امايد البولي استر بيحتل حوالي 85% من الانتاج بولي استر بيحتل بيحتل لحوالي خمسة ثمانين في المية من الانتاج واثناشر في المية بولي امايد والباقي بولي امايد طيب نشوف غسير البولي اكريليك مع بعض كده حمام بتاعي بيتكون من من واحد لاثنين جرام على لتر صابون انيوني صابون انيوني احط معاه من ربع لنص جرام على لتر مادة اسمها الكاركوجين عشان ازبط درجة القس الهيدروجيني بتاعتي احط من نص الواحد جرام على لتر صلاسي فوسفاتات السوديوم احط معاهم حامد الخليك احط معاهم حامد الخليك من نص الواحد جرام على لتر حامد خليك عن درجة حرارة تلاتين ورفع من تلاتين لستين خلال 20 دقيقة ويستمر زمن الغسيل بتاعي من تلاتين لستين دقيقة احنا قلنا العوامل المتؤثر على عمية الغسيل ايه نوع صابون نوع المادة المنظفة درجة الحرارة الزمن الوسيلة والخامة ده الحاجات اللي احنا قلنا والقس الهيدروجيني ده الحاجات اللي قلنا العوامل اللي بتؤثر على او العوامل اللي لازم اصبطها عم بيجي اعمل عملية الغسيل يبقى تكوين تكوين محلول الغسيل من واحد لاثنين جرام على لتر صابون انيوني معا من ربع نص جرام على لتر الكاركوجين معا من نص لواحد جرام على لتر صلاسي فوسفاتات السوديوم معا من نص لواحد جرام على لتر حامل يبقى تخليك عن درجة حرارة 30 درجة مقوية وارفع درجة الحرارة بالتدريج ب60 خلال 20 دقيقة ويستمر زمن الغسيل بتاياه من 30 ل60 دقيقة طيب يخشي بقى على الحاجة الصبر في الالياف الصناعية اللي هي البولي استر بخسله ازاي ده بياخد وقت طويل شوية معايا بقى في الغسيل بستعطي المواد اكتر شوية البولي استر بحط ايه بحط من واحد لاثنين جرام على لتر صابون انيوني احط من واحد لاثنين جرام على لتر صابون انيوني او غير انيوني يعني صابون شحنة مجابة او شحنة سريبة او غير انيوني مش مالبا غير شحنة احط معايا من واحد لاثنين جرام على لتر سولاسي فوسفاتات السوديوم احط معايا من نص الواحد جرام على الليتر مادة ناشرة. مادة ناشرة. مادة الناشرة ده هي مادة مهمة عند استخدام اي عملية بعملها للبوليستر. حط معايا كربونات سوديوم اتنين جرام على الليتر. احط اتنين ميلي على الليتر سودا كوية. ماشي. ده كله عشان اصبت درجة الاسر هيدروجيني. عن درجة حرارة تلاتين درجة مئوية. وارفع من تلاتين لخمسين او سبعين خلال العشرين دقيقة ويستمر الزمن اتغسيل بتاعي تلاتين دقيقة. تاني. يبقى ان بستخدم صابون غير انيوني او انيوني. بستخدم معاه سلاسي فوسفاتات سوديوم. بستخدم مادة ناشرة. بستخدم معاه القربونات سوديوم وصودا كوية عشان ازبط العسر الهيدروجين. عند جهة حرارة تلاتين مارفعا من تلاتين تلاتين لسبعين من خمسين او سبعين خلال عشرين دقيقة. يستمره زي ما نسير بتاعي 30 دقيقة طيب بعد ما نخلص كده اروح عامل شاطف المياه احنا اخدنا في الترمي الاولاني الحساب الكمي اخدنا الحساب الكمي احنا بنحسب الكميات بتاعة الصبون دي ازاي القانون بيقول لي وزن المادة الكيميائية بيساوي وزن القماش في نسبة التركيز العالمية طيب هو لو جامد ديني 2% صبون اذا اعرف الكميات بتاعتي يبقى القانون بتاعي اللي انا باستخدمه بيقول لي وزن المادة الغسيل المادة الموظفة بيساوي وزن المادة الكيميائية بيساوي كمية المحنول في عدد الدرامات على الف طيب كمية المحنول دي بجيبها ازاي هو بيضيني وبيقول لي انا عايز اعمل عمية الغسيل دم سالية اعمل عمية الغسيل لكمية من القماش لها وزن معين ماشي ببقى استخدم صودة كوية وباستخدم صبون وباستخدم نظفة وباستخدم كذا وكذا ماشي وبيديني نسبة القائد بتاعتي مثلا واحد الى عشرين يعني ايه واحد الى عشرين يعني معناها واحد كيلو جرام وماشي محتوط في عشرين لتر محلول محتوط في عشرين لتر محلول بعمل الحسلات بتاعتي وابتدي ان انا احضر المحلول بتاعي خلي في اعتبارنا حاجة مهمة ان الحاجات ده هي من المهم جدا لما ايجي اقول لك ازاي ان انت في الامتحان اقول لك ازاي تعمل تعملي عملية الغسيل ليه الصوف اول حاجة انت هتبتدي ان انت تحضر مكان العمل بتاعك تحضر مكان العمل تبتدي تتجهز المعدات بتاعتك تبتدي تجهز المواد الكيموائية على حسب ما مديلك بعد ما تتجهز وتوزن او لمواد الكيموائية تبتدي ان انت تجري عملية الغسيل تجري عملية الغسيل شفت الحاجات دي كلها عملية مضبوط بقيت جدير فيه خلف النص بتبتيج ان انت تعيدها مرة تانية بعدها باسبوع مرة تانية بعدها باسبوع ونلاحظ ان احنا ما نحاول نذاكر كويس ونهتم اوي 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 لان نظام الجدارات نظام لصالح الطالب مليون في المية لصالح الطالب مليون في المية انت بتتعلم الشغل كويس اوي بتخرج مؤهل لسوق العمل بتخرج مؤهل لسوق العمل بتقدر تقوله انا اعرف اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا صاحب الماصنع تشتغل بقى سهل جدا عليك ان انت تشتغل وربنا يسهل لكم ان شاء الله كده كلمنا عن غسيل بوليستر وغسيل عليها في الصناعية نكمل كلامنا عن الغسيل في عوامل بتؤثر على عمية الغسيل طيب القماش هي العوامل اول حاجة كمية الماء المتبقي بالاقمشة بعد مروره من حوض لاخر يعني ايه الكلام ده انا عندي كذا حوض غسيل لو احواض غسيل متعددة رسلت في الحوض الاولان وشيلت القماش بتاعي وعصرته بتاعصر بقى لسه فيه مشبع بكمية ماء خش نسبة العصر بتاعتي دي هي بتتوقف عليها تاني حاجة نسبة الشوائب الموجودة في المحلول يعني انا الشوائب بتاعتي الموجودة ده هي موجودة في صورة معلقة بعيدة عن سطح القماش ولا جوه المحلول كل ما كانت قليلة كل ما كانت عملية الغسيل بتاعتي بتتم الكفاءة كمية المحلول الخارجة من كل واحدة دي العوامل تؤثر على عملية الغسيل فيه شروط لازم اراعيها وانا باعمل عملية الغسيل على المكنة اول حاجة لازم استخدم ماء ياسر يعني ما استخدمش مية يكون فيها املح عصر هي املح العصر يعكس كده ونفتكر مع بعضينا نوعين عندي نوعين عندي عصر مؤقت وعندي عصر دائم العصر مؤقت اللي هي كربونات الكالسيوم او المغنيسيوم العصر الدائم اللي هي كبيتات كالسيوم او مغنيسيوم او كوليدات كالسيوم او مغنيسيوم يبقى لازم استخدم ماء ياسر لان من عيوب الماء العصر ان لا يحدث رغوة مع الصبور بيتفاعل مع الصبغات وفقدها قدرة على زوان في الماء ان هو بترصب على جدران بتاع الماكينات ويعمل تأكل املح العصر دي بتأكل في جدران الماكينات وفقد تقلل من الكفاءة بتاعتها عمية الغسيب تاني حاجة يبقى احنا قلنا الماء تاني حاجة اخسب مية سخنة واشطف مية سخنة لو غسلت مية سخنة اشطف مية سخنة وبعدين ابرد الماء غسلت مية سقعة اشطف مية سقعة وبعدين ادفي الماء الغسيل مع التصبين يحتاج الى احواط تحتوي على مواد التصبين لو انا هعمل عمية غسيل وتصبين يبقى محلول الصبون بتاعي احواط فيها صبون واحواط تانية للغسيل بمية دافية او مية بردة تمام ايه تاني اشطف بالماء الساخن المتكرر ثم الماء البارد المتكرر لما اجي اعمل عمية الغسيل اشطف القماش بمية سخنة في كذا حوت كذا مرة وبعد كده اقلل درجة الحرارة اشطف بمية بردة وما طلع القماش للجو او للدرجة الحرارة العادية لازم يكون القماش بتاعي مشطوب بمية بردة عشان خاطر ما يطلع بره المكينة يكون مفيش عنده اختلاف في درجة الحرارة التأكد ممرور القماش مفروض العرض داخل المكينة لو القماش بتاعي انا بستخدم مكينة مفتوحة العرض يعني عرض القماش بتاعي على المفروض اتأكد ان طول عمية الغسيل القماش بتاعي مفروض العرض وما فيش كسرات او تنيات موجودة بالقماش اذبت درجة الحرارة اثناء العملية اثبت درجة الحرارة وقلل للشد واظبط سرعة المكان اذبت اثبت درجة الحرارة واظبط الشد واظبط سرعة المكان يبقى احنا كده نخش بقى على النقطة التانية اللي هي مكينات الغسيل او انا هعمل الغسيل كده على ايدي لا انا فيه عندي نوع انواع من مكينات الغسيل عندي مكينات على هيئة حبل وعندي مكينات الغسيل مفروض العرض مكينات على هيئة حبل ومكينات الغسيلة على هيئة مفروض العرب نتكلم اول حاجة مكينات الغسيلة على هيئة حبل بتشمل نوعين ذات المرور الرأسي وذات المرور القفقي قلنا مرور رأسي يعني القماش بتاعي ماشي في اتجاه رأسي مرور قفقي يعني القماش بتاعي في اتجاه قفقي ماشي في اتجاه قفقي يبقى عرفنا فيه باتنين رأسي يعني عمودي أفخي يعني موازي للأرض أول حاجة نتكلم عن مكينات الغسيل ذات مرور رأسي أول ما كان عندي مكية الغسيل طراز كلابو المكية دي بتستخدم للغسيل في خطوط الطبيض مستمرة وتوقف نجاح العملية الطبيض على عملية الغسيل بتستخدم بعد إزالة النشا وبعد الغل يعني من قل يستخدمها بعد عملية إزالة مواد البوش وبعد عملية الغلية وهي تشبه الغسيل اليدوي البناء التقليدي يعني إيه بقى الكلام ده يعني المكنة دهيا أنا بيخش القماش فيها زي ما يكون بيتنقع ويطلع يتعسر يتنقع ويطلع يتعسر يتنقع القماش ويطلع يتعسر أولا ما بتأصر ليش على تركيب نزجي للخامة ما بتأصرش على المطبوعات بتاعة الخامة ما بتأصرش على ما بيحصلش شدة على القماش ولا أي حاجة خالص دي بتستعد بالأقمشة التي يخش عليها من الشد زي الجرسية والطريق والأقمشة اللي بتديني زات مطاطية عالية زي القماش اللكرة القماش اللكرة ماشي طريقة تشغيل بتاعتي بتنقع القماش في القماشة في محلول الغسيل وارفع القماش لأعلى لإجراءها مية العصر ويتم تجميع المحلول العصر وصرفه خارج الماكينة وتقرر العمليات طيب شكل الماكينة عامل إزاي؟ أهي الماكينة القماش بتاعي بيخش مضموم العرض طيب قبل ما نتكلم على الماكينة نبص إزاي بنضم عرض القماش نبص إزاي بنضم عرض القماش القماش بتاعي بيجي قدي القماش بتاعي اهو مفروض العرض قدي قماش بتاعي مفروض العرض عرض القماش اهو وعرض اهو ده كده عرض القماش البرصل والبرصل باجي أعمل ايه؟ بعمل حياكة أطراف الأسواب ما أبعطها عشان خاطر أوصل لطول محدد الطول اللي انا عايزه احياك الاسواد اجيب طرف الطوب الاولاني مع طرف الطوب التاني ادي الطوب الاولاني مع الطوب التاني وابتدي اخياتهم مع بعض بغرزة السلسلة ماشي كده انا وصلت للطول اللي انا عايزه وصلت للطول اللي انا عايزه ادي الطوب الاولاني اوله ودي اخره الطوب التاني اوله ودي اخر خياتي الطرف ده مع الطرف ده ايه… بعد ما خيطوهم بخدهم اعمل أجيب البرسل على البرسل اجيب البرسل على البرسل بقى الوقماش بتاعي دولوقتي بقى على هيئة هاية حبل بقى العماش بتاعي كده بقى على هيئة حبل مضموم العไป كده على هيئة حبل طيب بعد كده بروح جايب ايه؟ جايب اول الطرف ده يجلب طرف ده مع الطرف ده بيبقى متصرين مع بعدي واركب القماش بتاعي على المكانة. باركب القماش بتاعي على المكانة. تمام كده? يبقى. ركبت القماش بتاعي وهو مضموم العرض. ماشي. بعد ما ركبت القماش بتاعي وهو مضموم العرض. بيحصل ايه? بيتدلة ركبت القماش اهو على المكان. دي استوانات عصر. استوانات عصر. ودي استوانات عصر. وهنا دي استوانات مساعدة. وده هيكل الماكينة المصنوعة من الصلب الغير مقابل للصدر. وده محلول الغسيل. اللي هو عبارة عن صبون ومادة قلوية. وازبط درجة القصة الادوجينية وازبط درجة الحرارة. ماشي? القماش بتاعي بيه خشي دي. ماشي. القماش بتاعي بيخشي دي اهوت. ويتدلى داخل المكينة. بيحصل ايه بقى? القماش بتاعي بيخش. جوه بيتنيع. وطلع القماش. باستوانات العصر ده هي ارفع دي كده هوا اللي فوق. تقوم استوانات العصر ده هي انتو استوانات العصر الاماش يخرج لي في الامع ده هوا المحلول الزيادة. المحلول الزيادة يخرج لي في الامع ده. وتتقرر العملية لغاية ما خلص عملية الغسيل. طيب مميزات المكينة دي ايه? عدم تعرض الاقمشة لاي شد طبعا اماش مش مشدود. اماش بتاعي مرتخي جوه المكينة. اماش بتاعي مرتخي جوه المكينة. دي اول حاجة. تاني حاجة زيادة مضة بقاء الاقمشة في محلول الغسيل بيديني النتاج الافضل. طبعا الاقمش بتاعي وهو مغمور جوه حوض الغسيل. ماشي. بيحصل تغلغ المبين المواد المنظفة والصابون والحاجات ده هي. جوه الخيمة ده درجة اعلى. تاني مكينة عندي مكينة الغسيل تراز مالتي فليكس. المكينة دي من انتاج شركة كليم فيفا. بتاعتمد نظريت التشغيل بتاعتي ان انا بدي القمش بتاعي الزمن الكافي. عشان تتغلغل وتتفاعل. يحصل التغلغ والتفاعل لمحلول الصابون مع الخيمة. تتميز المكينة دي بيحتوى على ست سنرات. ست سنرات او ست وحدات على شكل حرف ج. على شكل حرف ج. لكل سنر حبل الوحدة. لكل حرف ج ده حبل الوحدة. يعني غسيل ومبغمرش الغسيل في المحلول. مبقاش غمر بيبقى رش للمحلول. رش للمحلول. رش المحلول. المكينة ده هين بتعتمد قلنا زي ما قلنا على رش المحلول وليس الغمر. الرش بيتبقى فيه رشاشات من جوة بترش المحلول على الخيمة على القمش. ماشي ويطلع القمش بتاعي تقص وتتكرر العملية. طيب. ده شكل احنا قلنا عبارة عن خزانات او على مكينة بتاعتي عبارة عن ست من خمسة لست سنرات على شكل حرف ج. ده الشكل بتاعها هون. ماشي. ادي السنر اولاني والتاني. كل سنر من دولة بقى ليه حبل الوحدة. بيخش القمش بتاعي يتأسر ويتغسل جواه وبيتعرض لي الرش المحلول. طيب. مزاية المكينة ده هي الملتي فليكس. مميزاتها ايه? الاقتصاد في استهلاج محليل المعالجة. ماشي? يعني نسبة استهلاك محليل المعالجة بتاعك بتبقى قليلة. انخفاض في معدل استهلاك المية وانخفاض في معدل استهلاك المخار. يعني اقتصادية في التشغيل. ماشي? بقلل في استهلاك المواد اللي انا بستخدمها موادك الموية وبقلل في استخدام المية وبقلل في استهلاك المخار. ماشي? يعني ديها مميزات تعالي اقتصادية فيه التشغيل. تاني نوع عندي بماكينات مكينات الغسيل متعددة المراحل. تتكمل المكنات دهيا من مجموعة من الغرف يتراوح حددها من 4 او 5 او 6 غرف على حسب حجم المكينة. على حسب حجم المكينة. طريقة التشغيل بتاعتي. الماش بتاعي بيدخ بيمر خلال الغرف دهيا على استوانات علوية وصفلية. الماش بتاعي بيخش جوه المكنات على استوانات علوية وصفلية. عندي كم غرفة 4 او 5 او 6 على حسب حجم المكينة. اللي هي موجودة في المصنع او الملحقة بالعملية. بيت غمر الرماش ويطلع يتغسر يتغمل ويبدأ يتغسر وهكذا وتقرر عملية. تعتمد على ايه؟ المرور الرأسي للمحلول. يعني المحلول بتاعي ماشي في اتجاه رأسي. العوامل تساعد على زيادة كفاءة العملية ايه؟ المرور العكسي للمحلول. يعني ايه كمة مرور العكسي للمحلول؟ يعني لو ماش ماشي في اتجاه والمحلول في اتجاه تاني. لو ماشي والمحلول عكس بعض. لو ماشي والمحلول عكس بعض. تاني حاجة الغمر والرفع المتكرر. انا انا بغمر وماش ورفعه بساعد على تغلغ المحلول جوه الخام. بساعد على تغلغ المحلول جوه الخام. تالت حاجة تحكم في شد الواقع على الحبل. تب اتحكم في شد الواقع على ايه؟ ان انا اغير صرعات الدرافيل العلوية المقادة. وسط وانات العصر أغير في السرعة بتاعتي وقيادة الدرفيل الصفلي سرعة الماكناة دهيا حوالي 250 متر على الدقيقة مكينة لبعد كده مكينة الغسيل الأقمشة طراز نياجرا الماكناة دي من الغسيل بتستخدم بإزالة المتخنات يستخدم النوع ده من الغسيل من الماكنات في المطابع أو في الملحقة بعملات الطباعة لإزالة الغسيل الأقمشة المطبع وإزالة المتخن وصبغات مواد كلموية المساعدة والزائدة على سطح القماش بتعتمد نظرية الترفيل على حركة القماش غير مجدود وغمره في حد الغمر وحركة المحلول أيضا زيها زي مكناة الهزبل اللي احنا هنتكلم عليها فيما بعد هي يعتبر شكل الهزبل شوية المكناة بتاعتي دهيا ايدي هيكل الماكينة ماشي ده تراز نياجرا ده مدخل القماش بتاعي ده مدخل المكينة ماشي القماش بتاعي بيخش وسطة الاستوانات المساعدة على دي زي شبهة شبيهة للكامة البيضوية بس مش كامة بيضوية لا ده فيها بعض النتوات ماشي الغير مدببة الغير مدببة عشان تساعد على استرخاء الخامة عشان القماش بتاعي بيبقاش مجدود والباقي بتدلق جوه محلول الغسيل وعندي استوانات عصر بعد كده ويخرج القماش مع صوت الترنباط ده هي عشان تدخلي المحلول من اسفل لاعلى يعني مرور ادخ المحلول وازبط درجة الحرارة بتاعك بتاعة الغسيل طيب مميزات المكناة دي ايه انخفاض معدل استهلاك المية والبخار ومحليت بقلل في استهلاك المية بقلل في استهلاك البخار ماشي الكميات اللي انا بستخدمها نزمتها قليلة انخفاض في التكاليف زيادة في كفاءة عملية في كفاءة التشغيل مكنات الغسيل زي set المرور والافق يبقى احنا اتكلمنا على ماكنات الغسيل زي set المرور الرقصي زي set المرور الرقصي يعني لو ماشي ماشي بالطول ماشي بالطول بتعرض يأما بتعرض للغمر في المحلول يأما بتعرض للرش في الماكنان يأما بتعرض للرش في الماكنان وعرفنا إيه الفرق ما بين الغمر في المحلول؟ غمر يعني غمر ونقع وبعدين بعمل عمية عصر وعمر وارفع الأميش وعصوره ده بيساعد على تغلقه السوائل بسرعة جوه المحلول واتخلص من الشواحم الموجودة جوه الأميش ماكنات ذات مرور الأفقي اهم مكانة عندي اسمها مكينة الهزبل مكة الهزبل دي من مكينات مهمة جدا 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 مكة الهزبل دي بستخدمها فيه الغسيل بستخدمها فيه عملية الغل بستخدمها فيه عملية الطبيض بستخدمها فيه عملية الصباغة يعني بقول عليها صوبر ده كل للقماش مضموم العرض للقماش مضموم العرض والذي يخش عليه من الشد مكة الهزمن من الماكينات الصوبر من الماكينات الصوبر اللي أنا باستخدمها في عملية في عملية مصانع صباغة وطباعة وتجهيز المنسوقات قلنا تاني باستخدمها في إزالة مواد البوش استخدمها في عمية الغالي باستخدمها في عمية الطبيب باستخدمها في عمية الغسيل باستخدمها في عمية الصباغ مكة تستخدم متعددة الاستخدمات لها استخدمات متعددة المكرة دهياً بكل بساطة بتتكون من كامة بيضوية على شكل بيضاوي على شكل بيضاوي الأماشة بيلكر عليها وباقة الأماشة بيتدلى داخل المكينة ويتدلى الأماشة بتاعي داخل مكرة المكرة القهسير أو محلولات سواء بقى غسيل سباغة اي ما يكون النوع الغسيل ايه نوع المكهنة أول ايه المكهنة دي فيها أنابية بخار مباشر وغير مباشر عشان ترفع درجة حرارة القماش درجة حرارة المحلول وبيتام في عندي واحد تصريف عشان صارف المحلول وعندي السلمبه لضخ المحلول لحركة المحلول وعندي حاجز مسكب ان هو يتجي Dur المحلول يتدفق المسكب يعني يتدفق المحلول بتاعه من الجهل حاجة مصقف كده يمحلول بتاعي بيخش من الجمل طيب المكينة الجيدة تستخدم نبص مع بعض تستخدم هذه مكينة في عميات الغسيل الأقمشة على هيئة حبل مضموم العرض كما تستخدم مكينة الهصبر أيضا في عميات الطبيل للأقمشة القطنية الخفيفة والأقمشة الحريرية والنيلون وتستخدم في عميات الغسيل للأقمشة الحساسة مثل الأقمشة التريكو والأقمشة التي يخشى عليها من الحبل ويكون على هيئة حبل ويحاك أطراف الأسواب زي ما احنا قلنا مع بعضين احنا قلنا بنحصل إيه إن احنا بنجيب طرف الطوب الأولاني مع طرف الطوب التاني نخيطهم مع بعض وبعد كده نضم عرض القمشة بعد نجيب أول طرف مع آخر طرف ونعملهم على هيئة حبل المكينة دائما بتشلي ونشوف بقى الكامل بيدوية بتشيل قد إيه نشوف مع بعض الكامل بيدوية بتشيل قد إيه هناك نوع آخر من مكينة الغسيلة على هيئة حبل من النوع المفتوح وفيها تمنى الأقمشة على هيئة حبل في اتجاه أفر ويلاحظ أن الأقمشة تكون مغمورة في السلسل صفلي من المكينة في السلسل في التلتل تحت من المكينة أما الجزء الغسيلة يستعملوا الشطف بوسطة رشاشات مية بردة ويلاحظ أن المكينة بيها تخزية مستمرة عن طريق فتحات الرشاشات ولا يزال الماء ويزال لو في عندي مية زيادة ببتجي أن أنا أتخلص منها وفرغ المحلول مكينة كل شوية وغير المحلول بتاعي أدي مكينة الغسيلة المكينة دي لها احترامها بتستعمل لكل حاجة تكون هيئة المكينة المصنوعة من الصلب الغير قابل للصدق عندي كامة بيضوية كامة دي لازم تكون بشكل بيضاوي لتركب عليها الأماش وعندي استوانة أو قضية لتحديد سير الأماش وعندي حاجز مصقب وعندي هنا أنابيب بخار مباشر وغير مباشر عشان ترفع لدرجة الحرارة بتاعت المحلول وعندي فتحة تصريف لتصريف المحلول وعندي ده طبعا من محلول سواء بقى محلول صبغة أو محلول غسيل أو محلول طبيعي زي ما يكون هاستخدم من مكينة في إيه بيتركب القماش زي ما قلنا بنحاق أطراف الأسواب مع بعضها ولكب القماش بتاعي على الكامة البيضوية وعلى الاستوانة الفاردة أو القديمة ده هون وباقي بتدلّى داخل المكنة يبقى أنا كده حددت انتجاه مصاري القماش باقي القماش بتاعي بتدلّى داخل المكنة بيترتفع لدرجة حرارة المحلول عن طريق مواسير البخار المباشر ويتم ضخ المحلول ماشي من خلال الحاجز المسقب بيتم ضخه من خلال الحاجز المسقب ماشي وبعد ما بخلص عملية الغسيل ماشي بفتح فتح التصريف وصرف المحلول بتاعي تركب المكنة من حج كبير ساعته 500 إلى 4000 لتر للوحدة الوحدة ومحيط الحود الهيكل الخارجي لمكنة كما يثبت أعليه استوانة عكامة بيضوية منتظمة تختلف أشكالها تلك على حسب حجم الحود يعني كامة ده هي بتختلف حجمها أو قطرها على حسب حجم الحود بتاعي صغير أو كبير ماشي أزود المكنة بقى المكنة مزودة بقى نبيب بخار مفتوحة أو تانية مغرقة عشان ترفع لدرجة حرارة المحلول وغطاء لمنع تسرب البخار وفقد لدرجة الحرارة وعندي حاجز مسقب بعرض المكينة في منطقة خلط المحلول بيصل طول كل حبل في المكنة من خمسين لليمية متر يعني أنا المكنة بتاعت ده هي بحط عليها من خمسين لليمية متر ماشي الكمة البيضوية الواحد طب الكمة البيضوية بيحب بممكن تشلل لغاية تشلل لغاية 402 حبل تشلل لغاية 402 حبل سرعة المكنة بتاعتي 30 متر على دقيقة ماشي وزن المحلول بتاعي أو نسبة القادمة من واحد دي 30 يبقى احنا كده اتكلمنا على مكنة عمليات الغسيل واتكلمنا على ماكينية الغسيل وخدنا ماكينية زاية المرور الأفقي وماكينية زاية المرور الرأسي وان شاء الله يا رب نكون استفادنا بالحلقة باعتنا وان شاء الله نكمل عملية الغسيل والحلقة الجاية وعملية التكفير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته